احدى صلوات داود داود بيصلي ويقول احفظني من الفخ الذي قد نصابوه لي صلاة من مضمور 141 احفظني من الفخ اللي الاعداء نصابوه لي ليسقط اي عشرة الاشرار في شباكهم الاشرار اللي بيستخدمهم الشرير ابليس عامل اللي شبكة عشان احفظ فيها داود بيصلي وبيعلن ايمانه ان هؤلاء الاشرار هيقعوا في الشباك اللي عملوها لنا هيقعوا في الشباك اللي عملوها ضدنا ليسقط الاشرار في شباكهم والنتيجة ان انا انقص لان الاعداء وقعوا في الشبكة وقعوا في الشبكة اللي عملوها وقعوا في الحفرة اللي حفروها ليا داود يقول ليسقط الاشرار في شباكهم حتى انجو انا بالكلية انجو تماما احفظني من الفخ داود شعر ان اعداءه عاملين فخ لي او عاملين بلغة تانية شباك عشان يقع فيها او بلغة تالتة حفروه حفرة عشان يقع فيها داود عنده ايمان وعشان كده بيصلي الصلاة تعبير عن الايمان فبيقول للرب احفظني من الفخ ده بعدين بيقول للرب بيعلن للرب الايمان ويقول له ليسقطوا في شباكهم وانا انجو خلاص ثم يبقوا عاجزين عن الحركة نفس المعنى دا نلاقيه كتير في الكتاب المقادس في مضمور تسعة برضو داود بيقول ايه اية 15 بس دا على الشعب يعني في مضمور 141 بيتكلم عن نفسه اعدائي عاملين لفخ عاملين لشباك هم يقع في الفخ هم يقع في الشباك وانا خلاص ابقى خدت نجاة تماما ابقى في امان تماما هنا بقى في المضمور التاسع بيقول كده تورطت الامم مش هو واحده لا دا الامم دا الشعب شان بيذكر الشعوب المعادية لشعبه تورطت الامم في الحفرة التي عملوها يعني عملوا حفرة لشعبنا وقعوا فيها يمكن عملوا اتفاقيات مثلا لإذاء شعب داود نتيجة الاتفاقيات دي تدمير لهم الامور ما مشيتش زي ما هم عايزين هم عملوا حفرة عشان انا اقع بس عملهم للحفرة دا تورط دا دخلهم هم في الحفرة تورطت الامم في الحفرة التي عملوها في الشبكة التي اخفوها واعوا هم فيها انتشابت ارجلهم وعندنا قصة شهيرة في الكتاب المقدس تظهر الايتين دول الاية اللي فيه مزمور مية واحد واربعين ليسقط الاشرار فيه شباكهم وانا انجو واللي فيه مزمور الاية اللي فيه المزمور التاسع في الشبكة التي اخفوها انتشبت ارجلهم عندنا قصة بيبان فيها بكل قوة تحقيق اللي بتقوله الايتين دول ايه القصة دي دي القصة اللي بنراها في السفر التاريخي الكتاب المقدس فيه اصفار تاريخية يعني اصفار بتحكي قصص حقيقية سفر التاريخي سفر استير دا من اصفار التاريخية لمرحلة ما بعد الرجوع من السبش نقرأ عن الرجل التاني في المملكة الامبراطورية الفارسية كان رجلا شريرا مستخدما من ابليس اسمه هامان هامان عامل مؤامرة ضد شعب الرب يعني حفر Alma حفرة شعب الرب دا لو نتكلم عن الشعب ككل وعمل حاجة للقضاء على مرض خاي دا واحد من شعب الرب يعني الايتين الاية تتكلم عن الشعب ومصمور تسعة والاية تتكلم عن الفرد مصمور 141 مجدين في القصة دي هامان عمل خشبة عشان يصلب عليها مردخاي واحد من شعب الرب ايه النتيجة انه هو اللي صلب على هذا الخشب عمل مؤامرة لابادة شعب الرب بسبب اللي عمله ده شعب الرب جاله قبيد لا ما لإيه اللي حصل هو اللي اتحكم عليه بالأكل هو اللي اتضر هو اللي اتأذى يعني لو كانش عمل خطة ضد شعب الرب لعبادة شعب الرب ما كانش عايزي لو كانش عايز يصله بمردخاي ما كانش هو اتصلب بس ده مبدأ إليه شوف الآية بتقول ايه في الشبكة التي أخفوها عشان يوقعوني فيها وهم المخبين الشبكة وهم اللي وقعوا فيها ازاي ده ايه ده الرب عزيزي المشاهد ايه الرسالة طول ما احنا عايشين مع الرب كل اللي بيعمله إبليس ضدنا يتحول ضده كل اللي بيعملوا الاشرار ضدنا يتحول ضده بنعلن ثقتنا في الرب أنه يتحكم في كل الأمور من أجلنا الرب شايف انهم بيعملوا لك فخ في شغلك بس آمن اني الرب هيحفظك من هذا الفخ وبسبب اللي بيعملوه حيتضروا ضرر شديد بيقولوا عليك كلام سيء ليه صاحب الأمر صاحب المصلحة المدير الوزير بيقولوا عنك كلام ويبلغوا بيبلغوا بسبب الكلام اللي بيقولوه عنك بيقولوه عنك انت كلام بسبب الكلام اللي بيقولوه عنك هم يتقذوا وانت تنجو زي ما قال داود بالكلية يعني بسبب كلامهم هيتقذوا وانت ولكن في حاجة الخشبة اللي عملها هامان الشرير رغم انه كان في مركز عالي جدا وعمل الخشبة دي عشان يصبح عليها مردخاي اللي شغله بسيط شغلة بسيطة دا الرجل التاني في الامبراطورية وده واحد بيشتغل في القص انما رغم الفرق الشاسع في الوظيفة الخشبة اللي عملها هامان عشان يصب عليها مردخاي مردخاي نجا وامان اطفال هادي دا دا لمجد الرابع عزيزي المشيد اعلن ايمانا ان كل اللي بيعمله ابليس ضدك زي ما قال بوليس بوليس عمل ضد بوليس كتير لكن قال كل اللي بيعمله بيتحول الى تقدم الكرازة كأنه بيساعدني كل امور قد قالت الى تقدم الانجيل اعلن ايمانك ان كل اللي بيعمله ابليس او الناس ضدك يتحول لامور تمجد الرب وامور لخير اشتركوا في القناة